في خطوة استباقية من أجل بسط الأمن في صحراء كربلاء امتداداً مع حدود الأنبار نفذت قيادة عمليات كربلاء واجباً أمنياً أسفر عن الاعتقال العديد من المطلوبين حالياً نحن داخلياً ضمن صحراء الأنبار تقريب 50 كيلومتر أمام القاطع المستولية نحن بالنسبة لنا واجباتنا مستمرة نفذنا واجبات في صحراء كربلاء وأمناها بالكامل وكذلك نفذنا واجب في صحراء النجث استخدمنا الطائرات السمتية للانزال الجوي كل هذه الواجبات الغاية منها تأمين قاطع المستولية كربلاء الذي يمتد قاطع المستولية من شمال بابل جرف النصر البحيرات إلى عرعر داخل تقريباً من 360 كيلومتر إلى 400 كيلو تم تأمينها بالكامل تم القال قبض على 2 دواعش من دواعش أربا رهاب مشتركين في عدد جرائم رهابية في قتل الجيش أفراد الجيش وكذلك الحدود والحشد وكذلك احتمال بعض الجرائم ضد المدنيين من الحكومات المحلية ضمن القاطع المستولية تم القال قض عليهم وتسليهم إلى قيادة شرطة الأنبار لواء المشات الحادي والأربعون التابع لقيادة عمليات كربلاء نفذ واجباً في العم الهدف منه تأمين طريق الحج البري الذي يعد منفذاً تجارياً هاماً وقد شهد خلال السنوات الماضية العديد من الخروقات الأمنية بالتنفيذ واجب ضمن صحراء الأنبار ضمن قاطع مسئولية اللواء بعمق من 35 إلى 50 كيلومتر الغاية من الواجب تأمين الصحراء بالدرجة الأولى ومنع ومنع الإرهابيين من تخاذ موطأ قدم لهم في هذه الصحراء وبالحال النهائية أنه يكون طريق الحج البري الذي يمتد من النخية باتجاه منفذ عرعر الحدودي مؤمن تأمين تام لنقل البضائع من العراق باتجاه ملك العربية السعودية وبالعكس ومن هنا نطمن المواطنين أن هذا الطريق أصبح آمن 100% ولم تحدث عليه لحد الآن أي عملية أخرى يذكر أن هناك تنسيقا أمنيا كبير بين قيادة عمليات كربلاء وعمليات الأنبار أسفر عن تأمين المئات من الكيلومترات من الصحراء الممتدة من مناطق الحدود الفاصلة حيث كانت هذه المناطق خلال الفترة الماضية ملاذا آمن للكثير من الخلايا الإرهابية النائمة من كربلاء حسن هادي دجلة الفضائية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر